السلام عليكم اخوتي اخوتي سي مرحبا بكم على قناة الحميدي اذا من خلال هذه الحلقة سنحاول اننا ان شاء الله باش نحللوا واحد النص النص لهو نص نظري اذا هذا الامتيحان هذا تعطى اه سنة 2011 كما كتشوفوا امتيحان الوطني لموحد البكالورية الدورة الاستدراكية 2011 اذا الموضوع اذا سنتقل مباشرة الى اه الدرس النصوص اذا الدرس النصوص كما كتعرفوا لي اربعة عشر اه اربعة عشر النقطة اذا اه ما غديش نقرأ النص كامل اخلي لكم انتم معنى الفرصة باش انكم تقرأوه طبعا بعد ما غتوقفوا الفيديو غتقرأوا يعني النص دي لكم اتزمى شعراء الاحيائيون لطريقة القدماء في معانيهم وصورهم غير انهم اه بطبيعة الحال لم يسلكوا الطريقة كمسلكة والقدماء تماما اذا الا غير ذلك انا غنخلي لكم النص اني باش تقرأوه اه توقفوا الفيديو دي لكم وتقرأ اذا هذا نص نظري اه كي اللي غيقول لي ايا باش غنعرفوا بانه واش نص نظري او لا نص طبيقي طبعا نص نظري كتكون فيه عبارة عن فقرات كما كتشوفوا معايا اذا هالفقرة الاولى اه هالفقرة التانية اه هو نص نثري ماشي نص شعري اولا ماشي نص يعني اه خلصا في احياء النموذج اذا احياء النموذج اولا الشعر بصفة عامة فيه النص نظري او نص طبيقي كيكون عبارة عن قصيدة شعرية اذا انا غنخلي لكم اه نص باشتقرا كامل اه تماما اذا اه ابراهيم سعافين اه في المصدر الدكتور ابراهيم سعافين مدرسة احياء الاحياء والتراث دراسة في اثر الشعر العربي القديم على مدرسة الاحياء في مصر الى ذلك اذا مباشرة سأمر الى الاسئلة الاسئلة لديلها دي لديل اذا اكتب موضوعا انشائيا متكاملا اعيد لاركز موضوعا انشائيا متكاملا تحلل فيه هذا النص نظري مستثمرا مكتسباتك المعرفية والمنهجية واللغوية ومسترشدا بما يأتي نص نظري اذا لاحظوا معايا وما اترقوا لكم هنا وقال لكم بانه نص نظري طبعا اذا سأمر الى الاسئلة السؤال الاول تأطير النص داخل سياقه الثقافي والادبي بمعنى اخر سننجد مقدمة مقدمة ديال احياء النموذج فيما يخص النص النظري تحديد القضية قبل ما انتقل السؤال التالي ما قالوا لنشهنا مع سياغة فرادية لقراءاته اذا قالوا لنا مع سياغة فرادية لقراءاته طبعا سننسيغوا الفرادية طبعا في المقدمة ديالنا لكن في هذا السؤال هذا ما تلبوش مننا الفرادية اذا ما كيلاش اننا باش نسيغوا فرادية سؤال تاني تحديد القضية المركزية التي يطرحها النص وابراز عناصرها الاساسية اذا الفكرة العامة او القضية المحورية او القضية الاساس او القضية المركزية هادو مصطلحات بامكانهم انه معني اتعطاوكم فقط يعني كما قلت لكم غير المصطلحات لك التغيير اما المضمون فهو نفس المضمون التي يطرحها النص وابراز عناصر الاساسية اي بمعنى اخر الفكرة العامة ثم الافكار الاساسية الافكار الاساسية وهنتما ارجعوا معايا سمحوا لي انا ارجع معاكم للنص الافكار الاساسية شوفوا معايا هذا يعني تقديم ثم يعني شوفوا معايا فمنهم من كان يأتي بالصورة ويضعها امام عينيه ومنهم من قادته القدرة على النظر والفهمي الى غير ذلك واما الفئة الاخيرة الى غير ذلك اذا هنا بإمكاننا اننا نستخرجوا ثلاثة ديال الافكار اساسية او ثلاثة ديال الافكار لها تندرج ضمن الفكرة المحورية او الفكرة القضية المركزية طبعا السؤال الثلاثة ودائما هذا الى اللحظة معايا باقي الشروحات اللي كنت اعطيت نتلكم بان السؤال الثلاثة دائما يطرح من النص كما هنا في السؤال ورد في النص وقد قادتهم محاولة التقليد كل بحسب ظروفه الى النظر في معاني القدماء وصورهم يقلدونها ويولدون فيها توسع في تحليل هذه الفكرة اذا وفق دكشي لقريتي انتا انس سؤال موالي بيان طريقة التي اعتمدها الكاتب في بناء النص وابراز الاسليب الموظفة في عرض القضية المطروحة اذا كما تلاحظون معي من خلال هذا السؤال فهو سؤال مركب من سؤالان اذا في الاول سنبين الطريقة التي اعتمدها الكاتب في بناء النص هل هي طريقة استنباطية ام طريقة استقرائية ثم سنبرز الاسليب الموظفة في عرض القضية اذا ما هي الاسليب الموظفة في عرض القضية كمثلا التفسير ثم التعريف ثم الاستنتاج ثم غير ذلك من الاسليب ثم السؤال الاخير تركيب خلاصة توضح فيها مدى اسهام شعراء الاحيائيين في احياء الشعر العربي وتطويره اذا بعد ذلك سأمر مباشرة الى الاجابة سأمر مباشرة الى الاجابة ان الاجابة فهي على الشكل التالي طبعا دائما هي اجابة عبارة عن عوارض لكن المطلوب منك انت ان تكتب كما قل كما جاء في السؤال ان تكتب انشاءا متكاملا انشاءا متكاملا ماشي العوارض طبعا اذا تأثير النص هي مقدمة كما سبقها على الشرط اذا مواكبة بعض الكتابات النظرية لدراسة تجربة شعر هي ايه ثم الحركة الفكرية التي عرفها المشرق العربي العربي نهاية القرن التاسع عشر وبدأة العشرين نتيجة الاستضامة بالحضارة الغربية وما نتج عن ذلك من دعوة الى تحرير الفكر العربي الاسلامي من مظاهر الجمود والتخلف والعودة الى الاصول النقدية الحضارية رفو النقدية للحضارة العربية الاسلامية اذا ان تكتب كما قلت مقدمة وهناك العديد من المقدمات مقدمات في احياء نموذج اذا عدتم الى الانترنت تتجدون هناك مقدمات لكن دائما اقول يجب ان تعدل في المقدمة يجب ان تكتب باسلوبك الخاص في المقدمة طبعا اذا هذه مقدمة طبعا لم يطرح السؤال مع صياغة فرادية اذا فبالتالي ممكن لنشأننا ننسيغه او لنكسبه فرادية دائما كنقول لكم اللي مطلب من نفس السؤال هو اللي غادي نكتبه ما مطلبش مننا شي حاجة بلا ما ندروها دائما نقول لكم زيادة من راس الحمق طبعا اذا المقدمة لها جوج ديال النقاط اعتقد بانكم جوج ديال النقاط مخصقونش تزقلوها طبعا سأمر الى السؤال الموالي اللي هو كان تحديد القاضية المركزية وابراز العناصر الاساسية اذا يمكن ان تتمحور القاضية المركزية التي يطرحها النص حول الدلالة الدلالة الاتية اذا هاي القاضية المحورية او للفكرة العامة تفاوت شعراء الاحيائيين في درجة تقليدهم وتمثلهم صور القدماء اذا هذه هي الفكرة العامة تفاوت شعراء الاحيائيين في درجة تقليدهم وتمثلهم لصور القدماء اذا كل شاعر او لكل شعراء مجموعة من شعراء اعطوا يعني ربما وجهة نظرهم حول صور الشعرية للقدمة طبعا وتتحدد العناصر الاساسية لهذه القاضية وفق العناصر التالية اذا احنا احددنا القاضية المركزية الان سنتقل لتحديد العناصر الاساسية او الافكار الاساسية اذا لاحظوا معايا كيف قلت لكم في الول قلت لكم عندنا ثلاثة ثلاثة ديال الافكار الممكن اننا نستخرجوا اذا هم ثلاثة للقناة فئة شعراء الذين يبدلون جهدا مضنيا في تقليد الصور القدماء ولكنهم يفشلون في ابداع صور جديدة ثم الفئة الثانية فئة شعراء الذين يجتهدون لتوليد الصور القدماء وتصرر فيها بشكل يكشف عن فهمهم العملية الشعرية ولكن دون القدرة على خلق صور تركيبية تشهد على وعيهم بالتوليد ثم الفكرة الاخيرة فئة شعراء الذين تمثلوا صور القدماء تمثلا نوعيا تمثلا نوعيا تجاوزوا به مستوى تقليد الى غير ذلك اذا لاحظوا معايا ان هناك ثلاثة فقرات استخرجنا منها ثلاثة افكار اساسية طبعا اذا نستنتقل الى السؤال الموالي اللي كان هو انطلاقا من النص اي التوسع في الفكرة ينبغي ان يشمل التوسع في الافكار توسع الافكار الاتية محاولة التقليد المشروط بالظروف الخاصة بكل شاعر واثر هذه الظروف في درجة التقليد ثم النظر في معاني القدماء وصورهم والتنبيه الى ان تقليد صور لم يتجاوز التغيير البسيط القائم على الحذف والزيادة دون ادعا اذا كل هؤلاء شعراء حاولوا ان ربما ان يبدعوا لكنهم لم يبدعوا شيئا فقط فقط ان يغيروا شيئا البسيط والقليل في الصور القدماء اذا هذا السؤال فعليه ثلاثة النقاط اذا ثلاثة النقاط اخوان ما يمكن لكمش ولا يمكنكم انكم ما ما تجيبوش هذه الثلاثة النقاط يعني في هذا التفسير هذا الى عرجة تقريطون نصف شكلا يعني قراءة متأنية فبإمكانكم انكم يعني تسعوا في الفكرة بطريقتكم يعني الخاصة طبعا ولكن ارا مشي لماذا دارش هادش هادار خطأ وانما يعني ممكن يدرو بسيغته هو اللي توحي على هاد الفكرة لكنها يعني بطريقة الخاصة لمشيها طبعا اذا سأنتقل الى السؤال الموالي الطريقة المعتمدة والاساليب الموظفة في عرض القضية المطروح اذا شنو هي الطريقة التي اعتمدها الكاتب في بناء النص واش هي الطريقة الاستنباطية او للطريقة الاستقرائية اذا كما تلاحظون معي الاشارة الى ان الكاتب اعتمد في بناء النص طريقة تتدرج عبر الخطوات الاتية الانطلاق من فكرة تؤكد تقليد شعارة الحيائيين القدماء الانتقال الى تسنيف شعارة الحيائيين تبع لدرجة تقليد من القدمة ثم إبراز درجة تقليد كل فئة وتقويمها إذن يتبين أن الكاتب اعتمد الطريقة الاستنباطية إذن الطريقة الاستنباطية وهو الانتقال من العام إلى الخاص إذن كيف انتقل من العام إلى الخاص إذن أشار في بداية هذا النص إلى فكرة تؤكد تقليد شعار الحيائي من القدمة ثم بعد ذلك أعطى بدأ يقسم كل فئة على حدة إذن انتقل من العام إلى الخاص الاستلالية في مستواها البسيط حيث يظهر أن التصنيف الذي انتهى إليه هو نتيجة للفكرة التي انطلق منها نتيجة الفكرة التي انطلق منها طبعا إذن بإمكانكم أنكم تدرو في بداية الطريقة المعتمدة اعتمد الكاتب طريقة الاستنباطية ثم أنكم تشرحواها حاجة وتعطيوا هذه العناصر هذه أو لا بإمكانكم كما جاء هنا أنكم تدرو العناصر ثم بعد ذلك تعطوا الطريقة المعتمدة طبعا إذن هنا فقط جاوبنا على جزء من السؤال الطريقة المعتمدة والأساليب الموظفة في عرض القضية القضية المطروحة لكن ما زال ما جاوبناش على الأساليب الموظفة في عرض القضية إذن كما تلاحظوا على أن السؤال كما قدت لكم في البداية نقسم الجزء الأقصى إذن تنوع فأنت تنوع الأساليب الموظفة في عرض القضية إذ تحضر اللغة التقريرية ماذا نقصد باللغة التقريرية؟ أي اللغة المباشرة والواضحة عكس اللغة الإيحائية التي نجدها في الشعري اللغة الإيحائية التي يطغى عليها الأسلوب الخبري إذن هناك الأساليب الخبرية والأساليب الإنشائية الأساليب الخبرية حينما مثلا تكون يعني يريد أو يعني للناقد أو للكاتب أن يخبرنا بشيء معين إذن فيها إخبار بشكل كبير أما الأساليب الإنشائية فهي التي كما قلنا يعتمد فيها الكاتب أو للشاعر على التمني والنداء والتعجب والأمر إذن إلى غير ذلك من باقي الأساليب الإنشائية وبالإضافة إلى اعتماد التقسيم أي أنه قسم النص إلى فقارات كما لاحظتم معي ثم التفسير أي عرف لنا وفسر لنا ثم التكرار بالإضافة إلى التأكيد بالإضافة إلى الاستنتاج بالإضافة إلى مجموعة من الأشياء إذن كما تلاحظون معي ثلاثة النقطة يعني أن إلى غير ذلك من الأساليب الأخرى التي يمكن سياغتها انطلاقا من ذلك النص إذن هذا السؤال عليه ثلاثة ديالنقطات ثلاثة ديالنقطات الإخوان فلا يمكنكم طبعا أنكم ضيعوا ثلاثة إنقطات في هذه الأشياء اللي هي بسيطة هذا اللي يعجبت لكم من النص النظاري فهو النص النظاري يعني تكون تحليل دياله تحليلي وبسيط للغاية وبالزفقة بالمقارنة مع النص النص يعني تطبيقي نص النظاري أبسط بكثير من النص التطبيقي ثم التركيب 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 لعليه ربعا ذيال النقاط ربعا ذيال النقاط إذن شح Workers 1 فيكم كينساء كي ينسى يعني كي يبدأ يحلل إلى غير ذلك في الأشياء اللي يزنع عليهم من الفوق ولكن كي ينسى التركيب اللي عليه التركيب اللي عليه ربعات يالنوقات والتركيب اللي إخوان كنتكتبوه من عندكم انتوما كنتكتبوه انتوما يا ما كيتنقلش ما كيتجابش يعني من أي حاجة شوفوا معين شخصكم تكتبوه ينبغي أن يرصد الأساد المصحح عند تقويم هذا المطلب قدرة المترشح على استثمار مكتسباته الثقافية لإبراز مجالات إسهام شعراء الإحياء في تحرير الشعر العربي من الإسفاف الذي سقط فيه زمن الانحطاط بالعودة إلى زمن ازدهار هذا الشعر مع الإشارة إلى أثر هذه الاجتهادات بمختلف مسوياتها في تهيئ الظروف المساعدة على تطور الشعر العربي وراحل المراحل اللاحقة إذن لا بأس أن قبل الانطلاق أو الشروع في هذه الأشياء التي تطرق إليها المصحح هنا لا بد أن تشيروا في بدايتكم إلى الخطوات التي مررت منها أثناء تحليلك لهذا النص ثم بعد ذلك تعطي الخصائص التي وظفها الناقد في هذا النص طبعا لكي تؤكد على أن الناقد قد مثل مثلا إحياء النموذج أحسن تمثيل بنقده للخصائص والمميزات التي تميز بها الشعر إحياء النموذج على باقي الخصائص الأخرى ثم بعد ذلك تؤكد هذه الأشياء التي أكدت وكتبت في هذا الجزء الخاص بالتركيب في الورقة التي تكون مع المصح إذن إخواني أخواتي أضرب لكم موعدا إلى الحلقة القادمة إن شاء الله